منذ عهد الرئيس أوباما وتم سحب عدد كبير من القوات الأمريكية وتم محاولة أمريكية لمساعدة العراق على بناء الدولة مرة أخرى وعلى تدريب القوات العسكرية وقوات الشرطة وهناك رغبة شديدة الإلحاح لدى إدارة ترامب لدى إدارة أوباما أولاً ثم إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب ولدى إدارة الرئيس الحالي جو بايدن على عودة الجنود الأمريكيين ليس هناك شهية للبقاء في العراق لمدة طويلة لكن المشكلة الحقيقية إذا كانت بغداد ترفع شعار السيادة سيادة العراق ووحدة أراضي فلابد أن تنطبق هذا الشعار على كافة الأطراف التي تجد لها مساحة داخل العراق وأعني بذلك أنه كيف يمكن مهاجمة القوات الأمريكية ووجودها وانتهاكها للسيادة العراقية بينما لا توجه نفس التهمة إلى فصائل الحجد الشعبي والفصائل الموالية لإيران التي تحاول بسط نفوذها داخل العراق ولا أدري إذا كانت حكومة القسم متواطئة أم عاجزة عن مواجهة تلك الفصائل لكنها في النهاية كل هذه الأطراف تنتهج بالحق يعني بشكل حقيقي السيادة العراقية في السابق حينما شنت إدارة بايدن في فبراير الماضي ضربة عسكرية ضد فصائل موالية لإيران أبلاغت الحكومة العراقية اليوم لم تقم بإبلاغ الحكومة العراقية ولهذه دلالة أنها تشعر أن هناك نوع من الانسياع التواطئ العجزة عن المواجهة يعني المسائل هنا حول هذا النفوذ الإيرانية من جانب آخر الولايات المتحدة تكرر مرارا أن العراق شريك استراتيجي وأنها ترغب في يعني أن ينهض العراق بشكل جيد وقال لا تستغل إيران رحيل القوات الأمريكية بشكل كبير في إيجاد بسط نفوذ كبير في المنطقة لا يمكن إنقار أن إيران لها دور في دعم جماعات إرهابية سواء فصائل الحزد الشعبي سواء حزب الله سواء الحسيين في يمن وكلها تجد لها نفوذ واسع عند الحدود العراقية السورية وقامت بالفعل بخمسة ضربات استهدفت منشآت أمريكية وأفراد أمريكيين سيد علي سميت الظاهرة بالتواطئ أو سميتمها أيضا بالعجز طيب عجز الحكومة مقابل النفوذ الإيراني ومقابل أيضا الضربات الأمريكية التي وصفتها بانتهاك للسيادة وأيضا مقابل العمليات التركية يعني هل باتت السيادة العراقية في مهب الريح؟ يا سيد الكريم الحكومة العراقية ليست عاجزة العراق فيه جيش وفيه قوات وفيه أسلحة وفيه أكثر من مليون ونصف مليون جندي عراقي حاليا عدى الأجهزة الأمنية والأجهزة الاستخبارية لكن هناك تواطئ ثبت الآن أن هناك تواطئ فيما يخص الموقف التركي الآن الحكومة العراقية مرغمة لأنه حزب العمالي الكردستاني أصبح منتمي ومنضوي تحت فصائل الحجد ويتقاضى رواتب منه تتغاضى عن المعارك التي تدور على حدوده من جانب التركي الأمر الآخر أنا أعتقد بأن هذه الضربات تقول حكومة العراقية وتلقى ارتياح لدى العراقيين حتى من المسؤولين الذين لا يستطيعون الكلام بما فيهم القادة العسكريين ووزارة الدفاع التي أصبحت تهان ويقتل ضباطها لا يمر أسبوع أو شهر إذا لم يقتل ضابط مخابرات أو ضابط جيش أو ضابط في مؤسسات الدولة لأن هذه الميليشيات هدفها الأساسي هدف مؤسسات الدولة قضية انزلاق البلاد إلى حرب مكتوحة وسحة تصفية حسابات؟ لا ما يجري الآن من جعل العراق سحية تصفية حسابات؟ أول أمس الجنرال سلامي قائد الحرس الثوري صرح بأن إيران تواجه أمريكا في العراق وفي اليمن وفي سوريا ولبنان إيران هي التي جعلت العراق والدول العربية وأربع عواصم عربية ساحة لصراعاتها نحن في العراق يا سيد الكريم لا نريد أن نرتبط بإيران هذا الارتبار إيران لديها سياساتها وإيران لديها طرقها ومعادية لكل دول العالم وتحارب كل دول العالم وتريد أن تحرر القدس وتريد أن تبني إمبراطورية جديدة هذا ما يخص العراق العراق عانى من حروب وويلات ومشاكل كثيرة يريد أن يعيد بناء مؤسسات الدولة هل فعلا هذا الأمر ويرد أنت تعلم هناك شرائح اجتماعية كبيرة وهناك شرائح سياسية وقوة سياسية كبيرة موالية لها وربما سوف تثبت ذلك في الاتخابات القادمة دعني أتحول بهذه النقطة لسيد أليف إن سمحت لي من أجل توزيع أوقات عادية لكل الضيوف سيد الكريم الانتفاضة والتطاهرات في العراق أثبتت بأنه هذا كلام غير صحيح وكل الشعب العراقي خرج بالملايين ضد التغول والاحتلال الإيراني وميليشياته وحجده نعم يتفضل سيد أليف يعني أحيانا بتخيل أنه لازم يكون موضوعيين ونحكي بشكل موضوعي وعلمي وبتفاجأ أن الأمور تذهب إلى مكان آخر تماما لا خص في الوقائع لا خص في الحقائق ولا خص في العلوم ولا خص في التحليل أمريكا ترسل رسالة واضحة إلى الحكومة العراقية لأن الحكومة العراقية وقفت إلى جانب الحشد الشعبي قيادة الحشد الشعبي في هذا المهرجان الوطني العرض العسكري الحشد الشعبي كجزء لا يتجزأ من الجيش العراقي هذا موقف الحكومة العراقية ولذلك عندما قصفت أمريكا قوات الحشد الشعبي المرابطة على الحدود بقرار من الحكومة العراقية هي قصفت حتى تقول للحكومة العراقية نحن غير موافقين على أن يكون الحشد الشعبي جزء من القوات العراقية الرسمية ومنذ ذلك لم تبلغ الحكومة العراقية الأمر الآخر عندما تعقدت المفاوضات في بينا أرادت أمريكا أن ترسل رسالة إلى إيران أنه إما وهذا تم الاتفاق عليه مع إسرائيل مع كوخابي إما أن تبدو مرونة وإما أن نقصف ولكن ماذا قالت الحكومة العراقية وهذا مهم جدا قالت لن نسمح بأن تتحول العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات وأن تستخدم الأراضي العراقية للاعتداء على جيرانها ماذا يعني هذا الكلام؟ هذا كلام موجه لأمريكا لن نسمح لأمريكا أن تعتدي على جيران العراق من خلال الأراضي العراقية إذن من الذي يعتدي بمفهوم الحكومة العراقية الرسمية؟ من الذي يعتدي على من؟ هذه واحد الأمر الآخر أنه نعود إلى أمريكا وداعش نحن نذكر جيدا الناس لا ننسى ونحن بالذات المنتابع السياسي لا ننسى أن داعش عندما اجتاحت العراق كانت أمريكا في أوج تمكنها من الجيش العراقي وسمحت لداعش أن تجداح العراق وفقط الحشب الشعب موضوع طويل جدا لكن أريد أن أعطي الفرصة بسؤال أخير ربما يكون الأخير لسيدة هبة سيدة هبة يعني سيدة هبة كنت تسمعينني شعب العراق يعرف ذلك جيدا نعم